بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بك عزيزي الطالب إلى اللقاء الثاني عشر من مادة القانون التجاري وينبغي أن تكون قادرا من حلال هذا اللقاء على تحديد آثار الإفلاس بالنسبة للمدين توضيع شروط منع المدينة المفلس من الأعمال القانونية طبقا لمبدأ رفع اليد تبيين الدعاوي والإقراءات القضايا التي يجوز المفلس القيام بها تفصل آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين تقييد الحرية حرية للمدينة المفلس سقوط الحقوق السياسية والمهنية للمفلس بالتدليس قرائم الإفلاس خمسة أن تكتشف كيفية رد الاعتبار التجاري الوقوبي والجوازي آثار الإفلاس يترتب على صدور حكم الإفلاس آثار هامة على المدينة المفلس والدائنين إذ بمقرر صدور حكم الإفلاس يجب أن تتهيئ الظروف المناسبة لإجراءة تصفية الجماعية لأموال المدين لأنها لهدف الرئيسي من شهر إفلاسه ولكي تتم التصفية يجب حصر أموال المدين وتحقيق ديونه ويمنع من إدارة هذه الأموال والتصرفية ويمتنع الماء الدائنون من اتخاذ أي تنفيذ انفرادي على أموال المدين وقد أخضع المشرع تصرفات المدينة المفلس خلال فترة الريبة للبطلان الوقوبي والبطلان الجوازي إذا كانت ضارة بالدائنين أثار الإفلاس بالنسبة للمدين غلي يد المدينة المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها تقييد حرية المدينة المفلس ثلاثة سقوط الحقوق السياسية والمهنية عن المدينة المفلس بالتدليس جرائم الإفلاس وتقرير نفقه للمفلس ولعائلته غلي يدي المدينة المفلس نتكلم عن نقطة الآتية مبدأ رفع اليد الطبيعة القانونية اللي رفع اليد مضمون أو نطاق رفع اليد مبدأ رفع اليد تنصى المادة 592 على أنه بمقرر صدور حكم الشهر الإفلاس تغلي يد المفلس عن التصرف في أماله وعن إدارته وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره وإذا كان التصرف ما لا يحتج به إلا بالقيدة أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات لم يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس أي أن المفلس ترفع يده بمقرر صدور حكم الإفلاس ويحلم على محله سنديك التفليسة وهو ما يسمى بمدير التفليسة وتبقى يد المدينة المفلس مغلولة عن إدارة أمواله طوال فترة التفليسة ولا يزال ذلك إلا بانتهاء التفليسة أو بالصلح أو بالاتحاد ولا يكون الانتهاء أو رفع اليد أثر رجعي بمعنى أن المفلس يسترد أمواله بالحالة التي هي عليه وقت انتهاء التفليسة الطبيعة القانونية لرفع اليد غل يد المدين لا يعني انتقال ملكية أمواله إلى جميع الدائنين بل يظل المفلس مالكا لأمواله رغم غل يده عنها غل يد المفلس يعني نقص أهلية المدينة المفلس لا يكون لذلك أثرا على أهليته فلا يترتب عليها إنعدام أهليته أو نقصه أو توقع الحجز عليه فغل يد مقرر بصلحات الدائنين طبيعة مبدأ رفع اليد ذهب الرأي الراجح أن غل يد المدين يعتبر بمثابة عدم نفاذ التصرفات في مواقعات جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفها أي يعتبر حجز جماعي شامل على أموال المفلس للمصالح جماعة الدائنين والسنديك التفليسة أو مدير التفليسة هو وحده الذي يطلب عدم نفاذ التصرفات مضمون ونطاق رفع اليد المقصود من رفع اليد منع المفلس من التصرف في أموال التفليسة والإخلال بالمساواة بين الدائنين ويشمل جميع أموال المفلس الموجودة في وقت صدور حكم الإفلاسة والتي تؤدي منه في المستقبل وهو في حالة الإفلاس مثل الهبة والميراث والوصيات وتدخل في أموال التفليسة وتصبح من الضمان العام للدائنين استنادا لنص المادة 593 من القانون التجارين الفقرة واحد مبدأ رفع اليد له أمرين أولا رفع اليد يشمل الأعمال والتصرفات القانونية التي يتيها المفلس الأصل أن جميع الأعمال التي تصدر من المفلس بعد صدور حكم الإفلاس لا تكون نافذة في حق الدائنين أعمال إدارية وتصرفات سواء بعمل عقد أو بالتزام بإرادته المنفردة في الرهنة والهبة أو الإبرامة الدائنة والوصية وتحرير الأولاقة التجارية ولا يجوز للمفلس بعد شهر إفلاسه الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق الوفاء بقيمة الورقة التجارية المفلس دون معارضة السنديك يعتبر صحيحا إذا كان هناك استيفاء لورقة تجارية المقاصة بعد صدور حكم الإفلاس ذهب الرأي الراهجح إلى استبعاد وقوع المقاصة قانونا كانت أم قضائية أم اتفاقها بعد صدور حكم الإفلاس ونصة المادة 596 على أنه لا تقع المقاصة بعد صدور حكم الإفلاس بينما للمفلس من حقوق وما عليه من الاتزامات إلا إذا بدأ ارتباط بينهم ويوجد سبب واحد أو يشملها مثلا زي الحساب القاري شروط منع المدينة المفلس من الأعمال القانونية طبقا لمبدأ رفع اليد يجب أن تقع الأعمال القانونية بعد صدور حكم شهر الإفلاس 2. يجب أن تقع الأعمال القانونية من المفلس ذاته وأن تكون متعلقة بأموال الاستثناء الحكمة من أنه يجوز للمفلس إتيام بعض الأعمال القانونية بعد شهر إفلاس وتكون نافذة في مواقعات الدائنين إذا لم يترتب عليها ضرر لجماعة الدائنين واحد الأعمال القانونية المتصلة بالحقوق الشخصية المفلس مثل عقد الزواج أو طلب الخلع أو إثبات النسب أو تعيين المستفيد في عقد التامين والحق الشخصي ما تعلق بمصلحة أدبية تتوقف على تقدير صاحب الحق وحده 2. الأعمال القانونية المتصلة بالأموال التي لا تغل يد المفلس عنها أو الأموال التي لا يجوز الحقز عليها أموال النفق المقررة له في أموال التفليسة أو بمناسبة استغلال تجارة جديدة أو يأتيها المفلس أو يقوم بها المفلس لحساب الغير بصفته وكيلا عنه 3. التعويضات التي تستحق المستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس يلتزم المستفيد أن يرد للتفليسة جميع أقصاد التأمين التي دفعها المفلس من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الده استناد المادة 593 الفقرة 2 جيم رافع اليد يشمل تعويض المسؤولية الناشية عن الأفعال الضارة إذا ارتكب المفلس فعلا ضارا بعد صدور حكم الإفلاس فإنه يجوز للمتضرر أن يرفع الدعوة عليه يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي وقع منه إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسي بالتعويض عن الضرر أحدثه والغير جاز المحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطفه مع المفلس رافع اليد يشمل منع المفلس من التقاضي واتخاذ الجراءات القضاية حكمة ذلك منع المفلس من الضرر بالضمان العام المقرر لجماعة الدينين استنادا للمادة في أموال التفليسة استنادا للمادة 597 الفقرة ألف من القانون التجاري الدعاوي والإقراءات القضاية التي يجوز للمفلس القيام بها حق المفلس في القيام بالإقراءات التحفظية فقد نصت للمادة 592 من القانون التجاري على أنه ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإقراءات اللازمة المحافظة على حقوقه اثنين الدعاوي التي يرفعها المفلس للمنازعة في شهر الإفلاس يكون من حق المفلس الطاعن في الحكم بالمعارضة اللي هو الحكم بالإفلاس بالمعارضة والاستيناف والنقضة والتسمى سمع عادة النظر ثلاثة حق المفلس في رأس الدعاوي المتعلقة بحقوق لا يشملها رفع اليد فقد يكون وكيلاً على الغير مطالبة الغير بحقوق الأشخاص المشمولين بولايته أو بوساطه افتراض أو اقتراض أموال لتجارة جديدة ويكون من حقه التقاضي بشأنها أربعة الدعاوي الشخصية للمفلس حق التقاضي في الدعاوي الشخصية فلا يشملها مبدأ رفع اليد ثانياً رفع اليد يشمل أموال المفلس وحقوقه المالية الأصل أن رفع اليد يشمل جميع أموال المفلس أي أن الضمان العام المقرر لجماعة الدينين ينصب على جميع أموال المفلس منقولات وعقارات أكانت أموالاً مادية أو أموالاً معنوية الاستثناء الأموال التي لا ترفع يد المفلس عنها الأموال المملوكة الغير لا تدخل هذه الأموال في الضمان العام المقرر لجماعة الدينين لا أنها ليست ملكاً للمفلس فلا يتصور رفع يده عنها ومعيه من التصرفية بها الأثنين الأموال التي لا يجوز الحقز عليها قانون الأموال اللازمة لمعيشة المفلس وعاهلته والأغور والمرتبات ثلاثاء الأموال التي تقول للمفلس نتيجة مباشرة تجارة جديدة بعد شهر الإفلاس لا يترتب على الإفلاس فقد الأهلية أو نقصها فيكون المفلس الحق في أن يستغل نشاطه الشخصي وأن يمارس ما يرد من الأعمال التجارية بشرط أن لا يضر ذلك بالضمان العام المقرر لجماعة الدينين والتي تنص على أنه يجوز المفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مديرية التفليسة بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرراً للدينين أربعة الأموال والحقوق التي تتصل بشخص المفلس لا ترفع يد المفلس عن الحقوق المتصلة بشخصه كالزواج والطلاق والخلع والولاية على أموال وأولاد القصرة خامسة التعويضات المستحقة المستفيد في عقد التأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم الإفلس يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقصات التأمين التي دفعها المفلس من التاريخ الذي عينته المحكمة تاريخاً للأقوف عن الدافع السناد المادة 593 من القانون التجاري أثار الإفلاس المتعلقة بالشخص المدين سنتكلم فيها عن تقييد حرية المفلس سقوط الحقوق المدنية السياسية والمهنية عن المدينة المدلة بالتدليس عن المدينة المفلس بالتدليس جرائم الإفلاس الفرع الأول تقييد حرية المفلس الأصل أنه لا يترتب على شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية غير أن المدلة 591 الفقر ألف نصت على أنه يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة أو من يقوم مقامه أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت الرقابة وتقوم النيابة العامة ومن يقوم مقامه بتنفيذ هذا القرار فور صدوره أي التحفظ على المفلس بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضايا وحبس المفلس والتحفظ عليه جوازي لقاضي التفليسة لا يلقى إليه إلا عند الاقتضاء ويكون للمحكمة سلطة واسعة في تقدير المبررات فرار المفلس قد يكون من المبررات فرار المفلس تبديد أمواله ترغمه على مساعدة سندية التفليسة إذا لم يقوم بالتعاوم مع مدير التفليسة أو ما يسمى سندية التفليسة الاستثناء إذا تقدم المدينة المفلس نفسه للتوقف عن دفع ديوني التجارية مرفقا به تقرير ميزانية توضح مركزي المالي وذلك خلال 15 يوم من تاريخ توقفه عن الدفع في هذه الحالة يمتنع على القاضي أن يأمر بحبس المفلس أو التحفظ عليه لأنه في هذه الحالة يعتبر حسن النية الأمر بالحبس أو التحفظ على المفلس لا يعتبر عقوبة بل إجراء تحفظيا يقصد به منع المفلس من الفرار أو الإضرار بالدائنين أو الحمله على تقديم المعونة لسندية كالتفليسة أي مدير التفليسة سقوط الحقوق السياسية والمهنية والمهنية عن المفلس بالتدليس الحقوق التي تسقط عن المفلس نصة المادة 590 من القانون التجاري تسقط حقوق المفلس السياسية إذا شير إفلاسه بأحد جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة في أي شركة وذلك إلى أن تعاد إلي حقوقه في قل القانون ثانيا رد الاعتبار التجاري والمقصود به بالنسبة للتاجر المفلس تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه بشهر الإفلاس حتى يسترد مركزه الاجتماعي واحترامه بين أقرانه في عالم التجاري شروط رد الاعتبار صدور حكم برد الاعتبار من المحكمة المختصة ولا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرام الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وأي لابد من صدور حكم برد الاعتبار من المحكمة المختصة فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة اثنين يكون المفلس قد أوفى بجميع ديونه من أصف ومصروفات ويشترط لرد الاعتبار التجاري أن يكون المفلس قد أوفى بجميع ديونه السابقة على شهر الإفلاس دون اللاحقة وفي حالة الشركات التضامنية يوفي المفلس بجميع ديون الشركة ولا يعتبر وفاء ويكفي لرد الاعتبار إبراء الدين للمفلس أو تقديد الدين ولا يعتبر وفاء يكفي لرد الاعتبار إبراء الدين المفلس أو تقديد الدين رد الاعتبار التجاري الوقوبي إذا وفى المفلس بجميع ما عليه من ديونه المصروفات وقب على المحكمة المختصة أن تجيبه إلى طلبه دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن وهذا ما أكدت عليه المادة 148 من القانون التجاري ردًا لاعتبار التجاري القوازي بيكون قوازياً للمحكمة إن شاءت حكمت به في الحالات التالية إن كان المفلس قد حصل على صلح مع دائنه ونفذ شروطه وسرد ذلك على الشريك المتضامن إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبروا ذمته من جميع الديون إذا كان المفلس قد توفى وطلب الورثة الحكم برد اعتباره مورثهم عن الوفاء بجميع ديونه إذا طلب المفلس الحكم برد اعتباره أثناء إقراض التفليسة وهذا في حالتين ألف أن يكون المفلس قد أوفى بجميع ديونه ولو بمال غيره قبل مضي الموعد المحدد لتحقيق الديون شريطة أن يكون هذا الغير متبرعاً لا دائناً في نعباء أن يكون المبالغ التي حصلها السنديك لمدير التفليسة منها ومؤلم مفلس كافية للوفاء بجميع الديون ملاحظة وفي جميع الأحوال يقدم المفلس صلب رد الاعتبار للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم شهر الإفلاش مرفقاً بالمستندات المؤيدة له قرائم الإفلاش أولاً قرائم الإفلاش بالتدليس ناصة المادة 811 من قاوم التجاري على أنه يعتبر مفلساً بالتدليس ويعقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر شهر إفلاشه بحكم نهاية وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية أخفى دفاتره وعدمها أو أطلفها أو غيرها أختلس أو أخفى جزءاً من الأموال أقر بديون غير واجبة عليه حصل على صلح بطريقة التدليس أو بطريقة التدليس امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها أو قدم بيانات غير صحيحة تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين وفي وفى وبعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بباقي الدائنين تصرف ببضاعاته بأقل من سعرها العادي بقصد أخير وقوفه عن الدفع أو شهر فلاسه أو فسخ الصلح المطلب الثالث نترى في عزيزي الطالب تقرير نفق لمفلس وعائلته وهذا تحدثنا عنه فيما مضى المبحث الثاني آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وتكلمنا عنها وإن كناك عزيزي الطالب الرقوع للكتاب للاستزادة نظراً لضيق الوقت نشو جماعة الدائنين كذلك وهي قناة تنشى جماعة واحدة وتعتبر لها شخصيتها الاعتبارية ويتعامل مجموعة الدائنين يعني لا يجوز أي تعاملات منفردة يعني لا يتعامل أي شخص من الدائنين بتعامله منفرد أو يتقاضى الدائن بمفرد بل يجب أن يتعاملوا كمجموعة واحدة وأن يتم التعامل مع هذه الجماعة بأن يتم تقسيم أموال التفليسة عليهم جميعاً أموال المدين عليهم جميعاً بحسب نسبة دائنهم الفرع الثاني وقف الدعاوي والإقراءات الإنفرادية من الدائنين على أموال المفلسة يعني يجب توقيف جميع أي إقراءات إنفرادية تتم من أي دائن ويجب إدخال جميع الدائنين في التفليسة أو ما يسمى بجماعة الدائنين سقوط كذلك أقل الدائن جميع أقل الدائن تسقط ويدخل جميع الدائنين في التفليسة أو في جماعة الدائنين وتصبح ويتم التعامل معهم ككيان واحد وخص سريان الفوائد كذلك إذا كانت هناك فوائد سريعة على الديون أو حقوق للمفلس في هذه الحالة يتم توقيف سريان هذه الفوائد أو حتى للدائنين ويتم دمج إدراجها أو إدراج الأموال في التفليسة ويتم قسمة أموال التفليسة على جميع الدائنين قسمة غرماء بحسب نسبة ديونهم آثار الإفلاس بالنسبة للتصرفات وقعنا على الحكم بشهر الإفلاس هذا تحدثنا عنها كذلك وأخذنا عنها فكرة فيما مضى تحديد فترة الريبية تكلمنا فترة الريبية هي فترة الفترة الواقعة بين توقف المدين عن سداد ديونه التجيارية وصدور حكم الإفلاس كذلك البطلان الوقوبي والبطلان الجوازي وبطلان قيود حقوق الامتياز والرهون العقارية خلال فترة الريبية لأنه فيها إضرار بجمع الدائنين وهذه الفترة تعتبر واقعة بين توقف الدائن عن سداد ديونه التجيارية وصدور حكم الإفلاس وفي هذه الفترة أي تصرفات قد تصدر من المدين المفلس المتوقف عن دفع ديونه التجيارية قد يكون الهدف منها هو الإضرار بالدائنين دعوة بطلان التصرفات الصادرة خلال فترة الريبة وفي هذه الحالة يحق للدائنين أو المجموعة الدائنين رفع دعوة ببطلان جميع من القاضي المختص ليقاضي المحكمة التجارية ومن انظر التفليسية ببطلان جميع التصرفات التي صدرت عن المفلس في فترة الريبية وهي كما ذكرنا عزيز الطالب الفترة الواقعة بين توقف الدائن المفلس عن دفع ديونه التجارية وصدور حكم الإفلاس لأن هذه الفترة ممكن أن يقوم المدينة المفلس بعدد من التصرفات أو بمجموعة من التصرفات التي تضر بالدائنين وذكرنا أن الهدف من ذلك أو من صدور حكم الإفلاس وإشهار حكم الإفلاس وحماية مجموعة الدائنين وليس حتى الهدف من غل أو رفع يد المدينة المفلس هو المحافظة على مجموعة الدائنين وعلى ديونهم عزيز الطالب لتحقيق أهداف هذا اللقاء فقد تناولنا آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين لغل يد المدينة المفلس تقييد حرية المدينة المفلس سقوط الحقوق السياسية والمهنية عن المدينة المفلس بالتدريس كذلك تناولنا جرائم الإفلاس تقرير نفقا للمفلس كذلك وعائلته فقد تكلمنا عن كذلك غل يد المدينة المفلس حيث درسنا مبدأ رفع اليد وطبيعته القانونية ومضمور رفع اليد ونطاق رفع اليد ووقفنا على شروط منع المفلس من الأعمال القانونية طبقا لمبدأ رفع اليد وبينا الدعاوي والإجراءات القضاية التي يجوز المفلس القيام بها وتحدثنا عن آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدينة المفلس تقييد حرية المدينة المفلس سقوط الحقوق السياسية والمهنية للمفلس بالتدليس جرائم الإفلاس بينا المقصود برد الاعتبار التجاري وشروط رد الاعتبار التجاري الوقوبي والقوازي وشكرا لحسن استماعكم